اجا الوقت المناسب اللي تفش خل أكبر فيئك الصريف اللي بيصرف مصاريه على شغلات تافهة وغبية ولا هداكر فيئك التاني البخيل اللي ولا مرة شفته دفع الحساب في هذا الفيديو سوف تتعلم الكلمات بوصف طريقة تعامل الأشخاص مع المال أو الـ Spending Habits للأشخاص شخص صريف بيصرف مصاري كتير شخص حريص مع المال بس حرص مقبول وكمان شخص بخير خليكم معنا أهلا وصهلا فيكم في قناة حقيبة إنجليزي صراحة أنا متحمسة كتير للفيديو وأكيد أنتو كمان متحمسين للفيديو لذلك رح أبدأ على طول نبدأ بالصرف الكثير للمال هذا تعبير شائع وضروري جدا تعرفه اللي هو Living Beyond Means Living Beyond Means ومعنى أنك مثلا خلينا نقول أنه أنت راتبك أو دخلك الشهري ألف دولار فأنت تصرف ألفين دولار أو تصرف أكتر من قدرتك المادية سعاد is living beyond her means سعاد is living beyond her means وإذا ذكر مهند is living beyond his means مهند is living beyond his means يعني سعاد ومهند بيصرفوا كتير أكتر من قدرتهم المادية وأيضا وأيضا If you keep living beyond your means you will deplete your bank account If you keep living beyond your means you will deplete your bank account يعني إذا ضليت على هالطريقة هاي تصرف كتير أكتر من قدرتك المادية رح تخلص حسابك البلكي وعننا Spend Thrift Spend Thrift Spend Thrift معناها شخص بيضيع فلوسه على شغلات غبية أو شغلات يعني ما لفائدة أو ما رح تعود عليه بالفائدة مثلا My brother bought one million Orbeez He's a Spend Thrift My brother bought one million Orbeez He's a Spend Thrift وفي أيضا Have money to burn Have money to burn يعني معناها الحرفي إنه عندك مصغيات لحتى تحرقهم ومعناها إنه أنت تصرف مصريك على شغلات غير ضرورية Do you want to buy 100 copies of this book? You seem to have money to burn Do you want to buy 100 copies of this book? You seem to have money to burn وفي تعبير Have money more than cents Have money more than cents ومعناه إنه عندك مصريات كتير أو مصرياتك أكبر أو أكتر من عقلك مثلا This $1,000 toilet brush seems to be aimed at people with more money than cents This $1,000 toilet brush seems to be aimed at people with more money than cents وننتقل للعكس تماما البخل وبعد الحرص Stingy Stingy يعني بخيل كتير وأيضاً ممكن تقول Tight 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 إلها معاني كتير لكن هون تعني حدا بخيل أو إيدو ميسكة مثل ما بنقول بالعالمية Tight Tight وأيضاً ممكن تقول على البخيل Close Close طبعاً إلها معاني كتير بس هون ممكن أيضاً تستخدمها لتقول أو لتوصف الشخص البخيل اللي إيدو ميسكة وإنتي كمان ما تكون بخيل ادعمنا باللايك وبمشاركة الفيديو أولى حتى تنصح صديقك البخيل ممكن تقول له You cannot take it with you You cannot take it with you وهذا تعبير معناه أنه مصرياتك ما رح تحسن تخضن معك على القبر إذا وصلت لهون معناته أنت استفدت من الفيديو تعرف إيش لازم تعمل ما رح أقول لك بتعرف إمتى نأتي لآخر جزئية في الفيديو وهي الحرص الحرص يعني ما بين البخل الشديد وما بين البذخ الشديد الحريص على المال بتقول له Thrifty 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 يعني شخص اقتصادي أو حريص مع النقود طبعاً هالشي هذا لا يحمل معنى سلبي Thrifty ثريفتي صفة إيجابية وأيضاً ممكن تقول Frugal 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 معناها أيضاً حريص لكن طبعاً بمعنى إيجابي أيضاً وعننا أيضاً To live within your means To live within your means تتذكر أول تعبير في الفيديو؟ هوني العكس تقريباً To live within your means معناها أنك تصرف نقودك على حسب مقدرتك المادية يعني أنت قدرتك المادية أنك تصرف مثلاً ألف دولار في الشهر أنت ما بتتجاوز هذا المبلغ وبتصرف أقل منه مثلاً Sarah never borrowed money from anyone She lives within her means Sarah never borrowed money from anyone She lives within her means إذا وصلت لهون معنات أعجبك المحتوى لذلك ما تنسى تضغط على إيقونة الإعجاب وتشترك في القناة وشارك الفيديو مع أصحابك وعنا Money conscious Money conscious معناها شخص واعي لأمره المادية بحيث أنه بيعرف قديش بيتخله في الشهر قديش بيصرف ووين فلوسه بتروح I really wanted to be money conscious I have no idea where my salary goes I really wanted to be money conscious I have no idea where my salary goes وممكن تقول Cani 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 معناها شخص حكيم أو جيد بالأمور المادية برافو عليك أنك وصلت لآخر الفيديو بنصحك كثير أنك تحاول تسمع الفيديو عدة مرات وتحاول تكرر الكلمات والتعابير الموجودة في الفيديو والأهم من هيك أنك تحاول تستخدمها في حياتك اليومية شكرا لكم على المتابعة أراكم في فيديو قادم إن شاء الله إلى اللقاء